السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة ان شاء الله سنتكلم في محاضرة مهمة جدا جدا واهمية المحاضرة المراضية في التعامل الاسكيميا ريبر فيوجن انجري ان الحقيقة الاسكيميا ريبر فيوجن انجري سبب من اهم اسباب المورتاليتي في سواء العينين اللي بيحصل لهم اكيوت لور للمب اسكيميا او اكيوت ميزنتاريك اسكيميا او حتى في الميجور اورتك سيرجريز اللي محتاجة ان انا اعمل كلامبنج للأورتة لمدة طويلة وكمان هو نفس الباثوفيسيولوجي اللي بيحصل في الكاردياك ريبر فيوجن لما بيحصل في كاردياك اسكيميا او حتى في الميجور اورت سيرجريز زي السي اي بي جي لما بيضطر ان هو يوقف سيرجيليشن شوية وبعد كده يرجحها تاني فكل المواضيع المهمة دي الحقيقة قائمة جزء كبير منها على الباثوفيسيولوجي بتاع الاسكيميا ريبر فيوجن انجري وفيه كلام مهم قوي قبل ما نبدأ ندخل في الباثوفيسيولوجي دايريك وهو ان الافكت بتاع الاسكيميا ريبر فيوجن انجري بيعتمد على ثلاث حاجات مهمين وهو وهم التايم يعني قد ايه الوقت اللي حصلت فيه الاسكيميا لمدة قد ايه الليفل فكل ما كان الليفل اعلى او مور بروكزيمال كل ما كان الاسكيميك تيشوز اكتر فكل ما كان الاسكيميا ريبر فيوجن اعنف والحاجة المهمة قوي 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 هي البيزل متابوليك ريت بتاع الارجن اللي حصل فيه اسكيميا يعني لو حصل اسكيميا في الانتستن الانتستن ما تقدرش تستحمل اكتر من نص ساعة لساعة لان لها لان لها هاي بيزل متابوليك ريت في حين ان المسلز المسلز ممكن تستحمل لحد ست ساعات وحتى في العيانين اللي عندهم ديفلوبت كولاترالز ممكن تستحمل لمدة اكتر من كده دي اول نقطة مهمة تاني نقطة مهمة ان احنا لما نجي نتكلم عن اسكيميا ريبر فيوجن انجري الحقيقة لازم تبقى فاهم ان هي انجري بتحدث في وقت الاسكيميا وكمان انجري مضاعفة بتحصل في وقت الريبر فيوجن يعني هي حاجتين بيحصلوا مع بعض انجري حصلت بسبب عدم وصول الدم للارجن وبعد كده انجري تانية حصلت لما الدم رجع للارجن وده بيبقى بارادوكسيكال افكت لان المتوقع ان انا بعد ما رجع الدم الارجن ما حصلش فيه انجري تاني لا بتحصل انجري عشان كده اسمها اسكيميا انجري ريبر فيوجن انجري طيب تعالوا نشوف على الدياجرام ده بفكرة مبسطة الاسكيميا بتعمل ايه في التيشوز الاسكيميا هتحول الميتابوليزم من الايروبك ميتابوليزم ليه الانيروبك ميتابوليزم وبعدين الاسيدوززز زائد ايانز ابنورماليتز هنقول عليها بالتفصيل كمان دقيقة بالضبط كل الحاجات دي هتؤدي الى ميتو كوندريل دامج الميتو كوندريل دامج ده ينشيات البروزس بتاع السيل ديث ولو بقت برولونجت وخلاص السيل ديس بقى استابلشت الخلية بتموت طب لو حصل ريبر فيوجن لو حصل ريبر فيوجن ريبر فيوجن نفسه بيعمل انجري للميتوكوندريا ولي السيلولار كومبوننتز لو قدرت الخلية تعدي من الاسكيميك انجري ومن الريبر فيوجن انجري هيحصل ريكوفري لو ما قدرتش تعدي من المرحلة دي او مرحلة الريبر فيوجن ده هيؤدي الى السيل ديس والأورجن درج تعالوا نشوف بقى السيلولار آينز ابنورماليتي بتحصل وإيه البرنسيبل بتاعه تعالوا نشوف الرسومات الجميلة دي اللي بتتكلم على الآينتشانلز اللي موجودة في الخلية ودي النورمال كونديشن انا عندي سوديم بوتاسيوم بامب معتمدة على الاتبي وعلى الطاقة وعندي كالسيوم ايفلاكس بامب بتطلع الكالسيوم من الخلية ومعتمدة برضو على الاتبي وعندي سوديم كالسيوم بتشتغل ان هي بتدخل السوديم جوه وبتطلع الكالسيوم الزيادة بره وده في النورمال تشين وعلشان نبقى فاهمين برضو ليه الاسكيميا بتؤدي الى نخص الاتبي ان الاكسجين كلمة كده بسيطة ان الاكسجين ده كومبوننت رئيسي من الاكسجيتف الاكسجيتف فوسفوريليشن تشين بتاعت الاتبي وبنحتاج الاكسجين فيه الكمبوننت رقم اربعة من الاكسجيتف تشين ري اكشن فعدم موجود الاكسجين بسبب الاسكيميا بيعطل تكون الاتبي جوه الخلية وبيحصل شفت للغلوكوز لانيروبك باسوي واللاكتك اسد بيتكون طيب تعالوا نعطل الاتشانلز اللي بتشتغل بسبب الاتبي فمعنى كده ان انا هضرب السوديم بوتاسيوم تشانل طيب السوديم بوتاسيوم تشانل بتشتغل ازاي؟ الطبيع ان هي بتطلع السوديم بره لان الكنسنتريشن بتاع السوديم بره في السيتوبلازم اكتر 135-145 والبوتاسيوم هو المين الكترولايت جوه الخلية فالطبيع ان هي بتدخل البوتاسيوم جوه اضرب الكلام ده فالسوديم اللي جوه الخلية يزيد فعندي هايبر ناتريميا طب الحاجة التانية ان الاتبي دبندنت كالسيوم ايفلاكس تشانل برضو هتقف فهايبر كالسيميا تحصل والحاجة التالتة ان السوديم كالسيوم ترانسبورت شانل تعكس الاتجاه بتاعها نتيجة لوجود هايبر ناتريميا جوه الخلية فبدل ما كانت بتدخل السوديم جوه لأ ده تطلع السوديم بره واتدخل جوه كالسيوم فتبقى additive harmful effect للهايبر كالسيميا وبكده يبقى النت الكترولايت تشينجز اللي بتحصل جوه الخلية والترتيب بتاعهم ده مهم الاسيدوزيز تليها الهايبر ناتريميا ثم الهايبر كالسيميا الكلام ده يعمل ايه الانكريزد كالسيوم والرياكتف اوكسجن سبيشيز ودي جات من اين انت مقلتاش قبل كده اه مواد الوقت الاسكيميا لما حصلت ده انا قطعت الانتي اوكسيدنس منعت وجود الانتي اوكسيدنس للخلية فالfree radicals اللي نورما اللي بتتكون مش هتلاقي حد يشيلها فبالتالي هيبقى فيه زيادة في الconcentration بتاع الفري radicals زاد الانكريزد كالسيوم اللي احنا عارفين وقلنا بيجي منين كل ده هيغير الميتوكوندريال structure وفونكشن ويكون حاجة مهمة اوي او يفتح فتحات فيه الميتوكوندريا تعمل الميتوكوندريال انجري مهمة جدا اسمها الMPTP او الممبرين برميابيليتي ترانسيشن بورز ودي تانيشيات برضو وتساعد فيه denaturation of the cellular components وتعمل cellular damage اللي تكلمنا عنه قبل كده طيب انت قلتلي ان ده cellular damage فمدام كلمة damage موجودة فيه الجسم لازم الجسم هيرياكت هيرياكت للموضوع ده عن طريق ايه عن طريق activation للinflammatory cells والinflammatory mediators اللي منها التشو نيكروز فاكتور وكمان الريليز بتاعت الinflammatory mediators والكلام ده كله يعمل ايه يزود البرميابيليتي لي التشوز ويعمل حاجة مهمة هنتكلم عليها او جزء من البصو وفيسيولوجي بتاع حاجة مهمة هنتكلم عليها في الريبر فيوجن اللي هي النوفلو ريفلو فنومنا بطريقة بسيطة كده بتحصل ليه لان الاكسودات اللي تكون افل الفيري سمول كابيلرس فلما تيجي السيركوليشن تبقى ريستارتت تاني هيبقى فيه ريفلو موجود فيه الفيسلز الكبيرة ولكن الدم مش قادر يدخل جوه الفيري سمول كابيلرس لان هي مضغوط عليها عن طريق الانترستيشيال فتعمل النوفلو ريفلو فنومنا تعالوا كده نرجع مراجعة بسيطة التشوهايبوكسي عملت ايه قللت الاكسودات في فوسفوريليشن عن طريق كومبلكس اربعة اللي بيحتاج الاكسوجن في تكوينه فهيقل الاتب بروداكشن وكمان الميتوكندريا مش هتعرف تعمل سكافنجينج لفري راديكلز فقلت الاتب بروداكشن يعمل ديسفانكشن قلنا عليه في الايون بامس حاجة مهمة منه بتحصل اللي هي الهايبكالسيميا الهايبركالسيميا كذائد الفري راديكلز يفتحوا ال م بي تي بي وكل الكلام ده يعمل اكتيبيشن وستارت للديجرانيوليشن والديناتوريشن بروسس للسيل وكمان هي انشيات الانفلاماتري بروسس اللي من ضمنها اكتيبيشن اوف انفلاماتري سيلز انفلاماتري ميدياتورز اللي قلنا عليها زي التشو نيكروزس فاكتور وزي الوون والبراند فاكتور والانترلوكنز وبقيه الانفلاماتري ميدياتورز نراجع كمان مره النت سيلولر افكتها هي بقيه انكريز الانترا سيلولر صوديم فده يعمل سويلنج ايه ده انت مقلتش موضوع السويلنج ده طيب زيادة الكنتنت بتاع الصوديم يخلي الاوزمولاريتي جوا الخلية عالية فبالتالي يعمل ايه يخلي المية تتحرك جوا الخلية فيؤدي الى سيلولر سويلنج وزيادة في الدامج افكت انكريز الكالسيوم وعرفناها جاي منين من الانهباشن او ايتي بي كالسيوم ايفلاكس شانل ومن الريفيرس بتاع الصوديم كالسيوم شانل انكريز الاتش جاي منين من الاسيدوزز اللي بيحصل نتيجة لي اللاكتك اسد بروداكشن انكريز فري راديكيلز جايه من قلة الانتي اكسيدنس اللي رايح للخلايا بسبب الاسكيميا وتقنشيات البروسيس بتاع السيلولر ديس تعالى بعد كده نتكلم فيه الشق التاني من الانجري وهو الريبر فيوجن انجري واهمة معلومة في كلمة الريبر فيوجن انجري ان انت بتعمل الريبر فيوجن انجري مش لنورمال سيلولر بيد مش لنورمال سيلولر بيد لان كلمة هي الحقيقة المسؤولة الرئيسية عن الريبر فيوجن انجري اللي بتحصل ايه الديزيز بتاعها هايبر كالسيميا فيه موجودة موجودة فيه اسيدوزز وفيه اكتيبيتد انفلاماتري سيلز فلما ييجي الاتبي يبدأ يتكون نتيجة لان الاكسيد فوسفريليشن تشين اشتغلت الخلية هتبدأ تعمل كوريكشن للمشاكل اللي حصلت فيها وهتبدأ تعمل كوريكشن بالاولويات الاولويات الاولوية رقم واحد كوريكشن اوف اسيدوزز وده بيتم عن طريق الصوديم هايدروجين بامب اعمل ايه اطلع هايدروجين برا ودخل صوديم جوه طب ما انت اصلا جواك صوديم جوه كتير ايوه بس انا لازم اتخلص من الاسيدوزز الاول طيب تاني حاجة صوديم كوريكشن عن طريق ايه عن طريق الصوديم بوتاسيوم ايتي بيز بامب فوجود الاتبي دلوقتي هيساعدني اتخلص من الصوديم الزيادة والحاجة الاخرانية الكالسيوم كوريكشن عن طريق الكالسيوم ايتي بيز ديبندنت بامب ان انا اطلع الكالسيوم برا طيب المشكلة الكبيرة قوي اللي بتحصل في الريبيرفيوجن انجري هو وجود وتكون بطريقة ضخمة بتعمل دامج دايريكت دامج للسيلولر بروتينز طيب مين الانزايمز اللي في الموضوع ده تلاتة انزايمز الزانتين اوكسيديز والناد الناد الناد بي اتش اوكسيديز والنيتريك اوكسايد سنتيز هنتكلم عن واحد مهم فيهم اللي هو الزانتين اوكسيديز الزانتين اوكسيديز في الخلية الطبيعية مش موجود بيبقى اسمه زانتين دي هيدروجينيز وهو المسؤول عن انه هو يشيل الاكسيس الكترونز ويمنع تكون الفري راديكينز ولكن نتيجة لوجود انفيرومنت مختلفة اللي هي اللي فيها الاسيدوزز واللي فيها الابنورمالتز دي كلها الكنفجريشن بتاع الانزايم بيضغير من زانتين دي هيدروجينيز الى زانتين اوكسيديو ريداكتيز والزانتين اوكسيديو ريداكتيز ده مع وجود الاكسيجين بيطلع في الاخر H2O2 اللي هو واحد من اهم الرياكتيف اوكسيجين سبيشيز اللي بتساعد وتؤدي الى حدوث A cellular damage و الميتوكندريال wall damage و تكون تريبيوت لل cellular death وال end organ failure فيبقى النت افكت بتاع ال reperfusion injury عبارة عن ايه more cellular damage and start of apoptosis لو الخلية ما عارفتش تعمل recovery من الموضوع ده بدي ثاني حاجة more endothelial dysfunction علشان ال nitric oxide اللي بيقل تكونه وتكلمنا قبل كده عن اهمية ال nitric oxide ل ال endothelium والحاجة الاخرانية ان اكيد نقص ال nitric oxide والinflammatory process اللي انا عملت لها activation للخلايا وللميدياتورز كل الكلام ده بيينشيات ال bruce thrombotic state طيب هل الافكت كده خلص لا للاسف احنا ده كله بنتكلم عن ال local effect اللي بيحصل دلوقتي نتكلم عن موضوع مهم قوي 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 وهو ال remote effect الناشئ عن حدوث ال ischemia reperfusion injury اول حاجة مهمة ان ال increased permeability اللي حصلت والcellular swelling وكل الكلام ده قد يؤدي الى decreased intra vascular volume في الجسم عن متن فانا لو ما خدتش بالي من النقطة دي ده ممكن يحصل other organs ischemia يعني ممكن العيان يحصل non-obstructive mvo من الموضوع ده mesenteric vascular occlusion non-obstructive لمجرد ان انا ما عملتلوش resuscitation الميجلوبينوريا والميجلوبينوريا ممكن تؤدي الى acute kidney injury وعلشان كده الفورسد alkaline diuresis جزء من المانجمنت بتاع المسكولر ischemia ثالث حاجة acidosis علشان كل ال H ions اللي احنا قلنا عليها الخلايا بتحاول تعمل correction فبتطلعها كلها لل vascular stream فالacidosis لازم اخلي بالي منه الhypercalemia نتيجة لوجود خلايا كتير ماتت فاي خلايا هتموت هتطلع البوتاسيوم اللي جواها فممكن تعمل fetal arrhythmia وبعدين وجدوا كمان ان الخلايا بتزود تكوين الزنتين اوكسيديز وقلنا ان الزنتين اوكسيديز ده الانزايم ده في الفورم دي سيء جدا هيتطلع austrogen free radicals تعمل further damage للأورجنز تعال بقى لنقطة مهمة اوي 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 ما هي remotely affected organs و مين اول واحد فيهم بيتأثر اول واحد فيهم بيتأثر هو اللونج ثم اللونج ثم اللونج ليه اللونج لان اللونج هي اول بد هتستقبل البوست ischemic and post reperfusion blood flow هي اول vascular بد هتستقبل الاستقبل من الاكسوجين free radicals ومن الاسيدوزز ومن الزنتين oxydates overproduction فاللونج هي اول اورجن هيتأثر والتأثر بتاعها بيتراوح من mild lung injury الى ARDS اللي ممكن تموت ثاني اورجن هيتأثر الهارت والهارت زي ما قلنا ممكن يتأثر بالهايبركاليميا اللي ممكن تعمل فيتال اريزميا الكدني ممكن تتأثر عن طريق الhypo perfusion من نقص الانترا vascular volume او عن طريق المايجروبينوريا اللي بتحصل الليفر والانتستين ممكن يتأثروا عن طريق الhypo perfusion اللي ممكن يؤدي الى ischemic hepatitis او الى non-obstructive mezenteric vascular occlusion شوفنا الموضوع مهم ازاي؟ بناء على الفهم ده تعالوا نشوف الpoints المهمة بتاعت المانجمنت 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 استراتيجي بتاعتي هتتكون من ايه؟ اولا قلل ال ischemia time على قد ما تقدر طب قلل ال ischemia time ازاي يعني؟ ب rapid intervention حاول تعمل intervention بسرعة على قدر الامكان ثانيا قالوا انك تعمل cold ischemia طب ليه cold ischemia وده مثلا زي في ال organ transplantation ليه بيعملوا perfusion ب cold saline لان ال cold saline بيقلل البازل متابوليك ريت انا مش بحتاجة اعمل متابوليزم كتير مع cold saline فلاقوا ان cold saline هيقلل ال ischemic injury اللي بتحصل وبالتالي ال re-perfusion injury مش هتبقى كبيرة ولقوا كمان ان البالساطايل perfusion fluid دي كلها طبعا theories وبيحاولوا يشوفوا هل هي فعلا scientifically فرقة ولا مش فرقة لما لقوا ان هما بيعملوا بلساطايل perfusion fluid كمان بتحسن النتائج في بعض الحالات نيجي بعد كده الموضوعين مهمين اوي اوي ال ischemia pre-conditioning وال ischemic post-conditioning ال ischemic pre-conditioning عبارة عن لقوا ان هو لو عمل cycles of ischemia للعيان زي ما يكون الجسم هيتعود على process of ischemia دي ولقوا ليها results كويسة في العيانين اللي بيتحضروا ل CABG او major transplant surgery SARS بيتحضروا سنجد او upper limb اسchemia يعني بيرفع الكف بتاعة البلود بريشر لمدة عشر دقايق وبيعمل الموضوع ده بصورة سايكلز شافوا العيانين اللي بيعملوا لهم حكاية الاسكيميا بري كوندشنينج دي ولاقوا نتائج مبشرة في الترانس بلونت سيرجريز وفي السي اي بي جي ولكنها مش well proven او مش statistically significant اوي فالاسكيميا بري كوندشنينج ده موضوع مهم فكرتها ايه اننا لما بعمل اسكيميا لأي اورجن زي ما قلنا بيبقى فيه activation الانفلاماتري بروسس والليمفوكاينز والانفلاماتري سيلز والحاجات دي فلاقوا ان حدوث الحاجات دي على هيئة سايكل بيعمل زي بري كوندشن الجسم بيقى متعود او اكثر تقبولا خلينا نقولها كده لحدوث الاسكيميا طب الاسكيميا بوست كوندشنج معناها ايه معناها الدي كلامبنج اللي هي جراديول دي كلامبنج فالجراديول دي كلامبنج ده اهميته الرئيسية ايه انه هو يقلل الري بير فيوجن بارد اوف انجري عن طريق ايه عن طريق ايه عن طريق ان انا قدي وقت للخلايا شوية ان هي تحاول تصلح الانفيرومنت بتاعها وحاجة مهمة قوي وللأسف مش موجودة في مصر الان نايتريك اوكسايد انهاليشن الاناتيزيا لان النيتريك اوكسايد بيحسن الاندوثيليا الفانكشن وبالتالي بيقلل من الاضرار بتاعة الري بير فيوجن والاسكيميا انجري ادكويت ريبليسمنت اند الكترولايت كوريكشن طبعا مهم جدا جدا عشان كده اه يفضل احنا نخلي اي عيان بعد ما عملت له لور لمب امبوليكتومي او ثرومب امبوليكتومي ان انا اودي الرعاية على الال من 24 ل 48 ساعة على الال علشان مونيتورينج اوف دي ريبر فيوجن انجري اند الكترولايت كوريكشن انا عارف انه يحصل له هايبر كاليميا ممكن تجيب له فتل اريزميا وممكن تموته انا عارف انه يبقى عنده سيبير اسيدوزيز انا عارف انه يبقى عنده لانج انجري قد تصل الى حد الار دي اس ويحتاج معها العيان فبالتالي الموضوع ده مهم انا عارف انه يبقى فيه زيادة في البرميابيليتي فبالتالي لازم اعمل الانترافاسكولر فوليوم كويس علشان امنع حدوث اه 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 اسكيميك تيشو انجري في اه ديستنت اورجن ولقوا ان برضو بعض الحاجات الميديكال تريتمت مش والبروفين قوي ولكن بيجربوها زي المانيتول المانيتول ليه علشان بيخلي بيحافظ على الفلاود في الانترافاسكولر كومبونت والالوبرينول علشان هو زانثين اوكسيديز انهابتور فبالتالي هيقلل الافكت بتاعه الميثايل بريدنيوزولون لقوا انه هو بيقلل الانفلاماتوري افكت اه او جزء الانفلاميشن اللي موجود فيه الاسكيميا ريبر فيوجن انجري والستاتنز بطريقة مش مفهومة لقوا ان العيانين اللي ماشيين قردي على استاتنز النتائج العمليات بتاعتهم افضل اللي هو الميجور سيرجيز زي الاورتك سيرجيز والسي اي بي جي والبروستا جلاندينز وزي ما قلت كل الحاجات الميديكال تريتمينت دي مش يعني بعض الدراسات قالت ان لها فايدة والبعض التاني قال لقى مفيش فايدة كبيرة قوي ما بين ان احنا نديها او ما نديهاش ويظل موضوع الاسكيميا ريبر فيوجن انجري من احد اهم المواضيع في الفاسكولر انجري وفي اي في الفاسكولر سيرجري وفي اي جراحة بتتضمن اسكيميا الارجان لمدة طويلة زي الارجان ترانسبلانتيشن وزي ال سي اي بي جي